السلام عليكم الفصائل المسلحة العراقية اخترقت الحدود العراقية السورية من جديد ودخلوا إلى الأراضي السورية في الساعات الماضية القليلة وطبعا هذه جدي التفاصيل من المرصد السوري لحقوق الإنسان هو الذي أكد هذه التفاصيل وجاء بالمعلومات هذه هي الحدود العراقية السورية التي ترونها اللي قالوا بأن هناك شاحنات محملة بصناديق وهذه الصناديق فيها مواد أولية لصناعة المتفجرات دخلت طبعا عبر الحدود العراقية السورية اللي يعدهم طبعا هم حدود خاصة بيهم غير رسمية وصلوا إلى هذه المنطقة التي هي هذه نقطة تمثل بادية الميادين وفي منطقة المزارع ومنطقة المزارع هي أصبحت وكأنها عاصمة للميليشيات الموالية لإيران هناك من كثرة الميليشيات ومقراتهم الموجودة وهذه الشاحنات طبعا أرسلت هذه المواد الأولية لصناعة المتفجرات في مقرات يتم فيها صناعة العبوات الناسفة وكذلك قذائف الهاون ويجب أن ننتبه أن هذه النقطة منطقة المزارع وبادية الميادين تحديدا هي تبعد فقط 8 كيلومتر عن قاعدة حقل العمر النفطي اللي مسيطر عليها التحالف الدولي على بعد 8 كيلومتر فقط وهذه طبعا يعني ممكن جدا أن ترشح إلى تصعيد في الفترة القادمة وهذا طبعا هذا التحرك اللي صار هو يأتي بعد أيام قليلة بعد تقريبا يعني أربعة أيام قبل أربعة أيام يوم 16 عشر الفين وواحد وعشرين كان هناك أيضا تحرك من الفصائل المسلحة العراقية بنفس الطريقة هم ينادخلوا من الحدود العراقية إلى الحدود السورية بحسب أيضا من نفس المصدر اللي هو المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد بأن الفصائل المسلحة هذه هي الميادين التي ترونها والتي تحدثنا عنها وكذلك هذا هو دير الزور وهذه هي مدينة اسمها مدينة معدان وهي اللي توجهوا إلها الفصائل المسلحة كلها طبعا غرب نهر الفراد توجهوا إلها مباشرة من أجل إنشاء مصنع وهذا المصنع اللي بدأوا ينشئوه هناك هو من أجل أيضا صناعة القذائف الهاون وكذلك منصات لإطلاق الصواريخ أرض أرض وهذه طبعا المدينة مدينة معدان هنا بعيدة جدا عن الميادين يعني توصل تقريبا إلى 110 كيلومتر وواضح جدا أنه هم مبتعدين عن هذه المنطقة بشكل واضح من الميادين بسبب الضربات الجوية اللي تعرضت إلها المزارع والميادين بشكل مكثف انضربت بها كل منصات الصواريخ في إحدى الضربات اللي صارت على هذه المنطقة مؤخرا واللي اتهمت بها طبعا إسرائيل بشكل واضحيا مسؤول عن هذه الضربات وهناك سبب ليش الإسرائيلين دي ضربوها راح نعرفها وكذلك بأن أيضا يجب أن ننتبه هذه معدان هي تبعد تقريبا أيضا عن قاعدة كونيكو الموجودة تقريبا بهذه النقطة شرق نهر الفرات اللي مسيطر عليها التحالف الدولي ما يقارب 82 كيلومتر وبالحديث عن الضربات التي تحدث ضد الفصائل الواضح الفصائل دي وزعون طبيعة المصانع مالتهم والمواقع وانتشار الأسلحة وغيرها من أجل تفادي الضربات هذه والتأثيرات هذه الضربات إلى درجة أنه كانت هناك ضربة صارت الأربعاء الماضي اللي هو يوم 13 عشر 2021 كل هذه التحركات تأتي بعد الضربة اللي صارت الأربعاء الماضي وجدت تفاصيل عليها مثيرة للغاية الضربة التي أتحدث عنها هنا هي صارت جنوب غرب تدمر هذه هي تدمر اللي موجودة في سوريا كانت على طول هذا الخط صارت الضربات طبعا ويعني جدتي بنقطة هنا وكذلك نقطة تقريبا هنا وواحدة من النقاط هنا وكذلك بهذا الاتجاه رح نأخذ طبعا صورة واضحة إلها طبعا بهذه الضربات بهذا الخط الطويل توضح بأنه الإسرائيليين لما سووا هذه العملية هم توجهوا بالطائرات على طول هذا الخط خلصوا ضرباتهم إلى أن وصلوا إلى هذه النقطة التي تبعد 6 كيلومتر تقريبا عن تدمر نفسها جنوب غرب تدمر وبعدها انسحبت هذه الطائرات فلذلك إذا ردنا نشوف هذه الضربات حتى نعرفها بالتفصيل ومخازن العتاد والسلاح وحتى مصانع لصناعة السلاح وغيرها من الصواريخ نأخذها من هذه النقطة واحدة واحدة حتى نشوفها لنبدأ من هذه النقطة على سبيل المثال لنتوجه إليها الآن ونشوفها طبعا هذا هو الموقع اللي استهدف من قبل الطائرات الإسرائيلية ولنركز قليلا على هذا المستودع اللي نشوفه باللون الأبيض هذه الصورة مقربة إلى وهذا القمر الصناعي اللي يجي يوم أمس محدثا بعد اختفاء كل الغيوم يوضح تماما بأن هناك طبعا نسفه تماما هذا المستودع الذي نراه الآن الآن ننتقل إلى المكان الثاني أيضا اللي نريد نشوفه هذا هو الموقع الثاني للفصائل المسلحة تستخدم الاستهداف كان على هذه النقطة الموجودة على الشمال نأخذ أيضا صورة مقربة إليها الاستهداف صار على هذه البنايات وهذه المباني الموجودة على اليمين والشمال وإذا أخذنا صورة الأقمار الصناعية التي صدرت يوم أمس بكل وضوح توضح دمار هذه المقرات بالتمام والكمال ننتقل أيضا إلى النقطة الأخرى هذا هو أيضا موقع آخر للفصائل المسلحة الذي استهدف أيضا واللي هو طبعا يبعد تقريبا 7.5 كيلومتر جنوب غرب تدمر هنا طبعا في هاتين النقطتين على اليمين وعلى الشمال هذه المباني خلينا نشوف يوم 19 عشر يوم أمس سنلاحظ تماما بأنه دمرت بالكامل هذه المباني بهذا الشكل وكذلك النقطة الأخيرة والمهمة اللي هي طبعا هذه النقطة التي ترونها واللي هي قريبا للغاية جنوب غرب تدمر تقريبا 6.5 كيلومتر إلى 6 كيلومتر نلاحظ بأن هذه البناتين اللي نشوفها هنا هي التي دمرت قد تكون هذه الصورة الأقل وضوحا ولكن كل الخبراء أكدوا بأنه فعلا كانت الضربات مؤثرة ودمرت هذه المباني اللي أشرتها لكم هذه هي أوضح صورة كانت للضربات اللي صارت طبعا وهاتين النقطتين قد لا تكون واضحة بالشكل الكبير لكم ولكن هي توضح تغير في الصورة واضح وأنه هذه المباني سويت مع الأرض فواضح أنه الفصائل المسلحة بهذه التحركات التي نتحدث عنها على الحدود العراقية السورية بهذا الشكل طبعا يعني واضح جدا بأنهما يحاولون يعوضون على هذه المخازن التي عرضناها لكم اللي انضربت بشكل مؤثر واضح جدا تحركات مكثفة على غرب نهر الفرات من أجل إيجاد مصانع وغيرها وقد يتساءل البعض يعني ويسأل بشكل واضح لماذا الإسرائيليون يعني يقطعون كل هذه المسافات ويضربون كل هذه الضربات إلى أن يوصلون إلى نهر الفرات هناك هدف رئيسي حقيقة للإسرائيليين هذا الأمر هو متعلق بالأمن القومي مالتهم هم الأمن القومي الإسرائيليين بالنسبة لهم يصل إلى نهر الفرات إلى هذه النقطة هذا ونهر الفرات تدعوا تشوفوا يعني كل هذه المراكز والمواقع ومقرات الفصائل المسلحة غرب نهر الفرات الميادين دير الزور معدان وغيرها هذه كلها تعتبر أهداف للإسرائيليين لأن هذا جزء من الأمن القومي لديهم فلذلك احنا بالنسبة أنه حتى ننظر إلى هذا الموضوع بشكل واضح لهذه الفصائل المسلحة العراقية الآن واضح أنها تتعرض إلى ضغط عالي هي والفصائل الإيرانية من كافة الجنسيات الأخرى تتعرض إلى ضغط عسكري عالي ولكن القضية ليست متعلقة فقط بالضغط العسكري الذي يتأثرون به والذي يتعرضون له ولكن هناك أيضا ضغطا سياسيا الذي يتعرضون له بعد كل النتائج التي شفناها في الانتخابات وهذا طبعا كلام الأربويكلي البريطانية التي ارتأت وشافت بأن الأرض تهتز سياسيا من تحت أقدام الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران في العراق شوف شنو اللي قالت الأربويكلي هنا ثلاثة أرباع الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات والربع المتبقي صوت لأحزاب لا يسيطر عليها إسماعيل قائد فيلق القدس الإيراني بل لأحزاب أخرى وهذا سبب الخسارة بحسب تفسير الأربويكلي اللندنية أضافت أيضا من أهم فوائد الانتخابات الأخيرة رغم كل عيوبها ونواقصها إنها خرقت الأسطورة القائلة بأن الأسلحة الإيرانية في العراق موجودة للدفاع عن المجتمع الشيعي والحفاظ على حقوقه فواضح جدا بأننا أمام متغيرات كبيرة جدا تواجه هذه الفصائل تواجه إيران تواجه المشروع الاستراتيجي الذي يمتلكونه ولكن أيضا هي تطرح أسئلة ما الذي سيحدث في الفترة القادمة مع هذا التجيش والتحشيد للفصائل المسلحة غرب نهر الفرات وما الممكن أن نتوقعه في الفترة القادمة سأناقش هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر